اهلا ومرحبا بكم مع اخبار الرياضة والبداية كالعادة مع الاخبار المحلية حيث تتواصل تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة المدير الفنية الانجليزي والكنز استعدادا للقاء الودي الاول الذي سيجمعه مع المنتخب الكويتي يوم الجمعة المقبل على سادة الملك عبد الله في القوسمة والتحق بتدريبات النشامة النجوم ثائر بواب وشادي غوشي بعد انهياء الالتزامات مع الاندية الخارجية ومن جهة اخرى تم الاعلان عن اسماء طاقم التحكيم للقاءين الوديين امام الكويت حيث سيقود المباراة الاولى الحكم الاماراتي محمد الزرعوني وسيساعده في التحكيم يوسف ادريس عبد الرحمن عقل ومراد الزواهر بينما سيدير الحكم القطري فهد جابر المباراة الثانية بمساعدة عيسى عماوي وفيصل شويعر وعبد الرزاق اللوزي اعلن نادي الرمثة الموافقة رسميا على المشاركة مع فريق الوحدات في مباراة اعتزال اللاعب رأفة علي والمقررة في 14 من نوفمبر المقبل وكان الوحدات قد تتقدم بطلب لادارة الرمثة لاقامة مباراة تكريمية لنجم نادي الوحدات وجاءت موافقة الرمثة في كتاب رسمي وصل الى الوحدات ومن جانبه قدر نجم الوحدات السابق موافقة نادي الرمثة على المشاركة في مباراة اعتزاله ويعتبر رأفة علي من اللاعبين الذين قدموا الكثير للمنتخب الوطني والوحدات وساهم بتحقيق العديد من البطولات والانجازات قررت الهيئة العامة لاتحاد كرة اليد عقد اجتماع غير عادي يوم 18 من الشهر الحالي ويأتي عقد هذا الاجتماع الطارئ لمناقشة قرار حل مجلس إدارة الاتحاد الذي تصدر جدول أعمال الاجتماع بعد أن فشلت جميع المحاولات لحل الخلاف بين اتحاد اللعبة والأندية وكانت الهيئة العامة قد بدأت على ضوء ذلك اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لعقد هذا الاجتماع وإرسال المخاطبات للجهات المعنية يستضيف المنتخب السعودي لكرة القدم منتخب الأرقوي وديا في العشر من الشهر الحالي على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن السعدادات السعودية لكأس الخريج العربي الثانية والعشرين ونهايات كأس أمم أسيا المقبلة وقاد تدريب الأخضر السعودي المدير الفن إخوان لوبيز كارو الذي ركز على النواحي البدنية وأكد الاتحاد السعودي لكرة القدم على أهمية المرحلة الحالية من الاعدادات وضرورة الاستفادة الكاملة منها ليكون الفريق في كامل الجاهزية للإستحراقات المقبلة الجدير بالذكر أن هذه المواجهة ستشهد عودة الأرقوياني لويس واريز لاعب برشلونة كون العقوبة التي تلقاها من الفيفا لا تحرمه من اللقاءات الودية يحل المنتخب الإسباني غداً الخميس ضيفاً على سلوفاكيا ضمن تصفيات المؤهلة لكأس الأم الأوروبية 2016 قبل أن يحل ويتجه إلى لوكسنبورغ لمواجهة منتخبها يوم الأحد المقبل ويأمل المدير الفني للمنتخب الإسباني ديلبوسكي أن يسجل دياغو كوستا هدفه الأول لإسبانيا خصوصاً وأن كوستا لم يقدم الأداء المتوقع منه خلال المباريات الخمس الماضية مع المنتخب وكان منتخب لاروخة قد بدأ المشوار في منافسات تصفيات المجموعة الثالثة بفوز كبير على مقدونيا بخمسة أهداف مقابل هدف اعترف رئيس نادي برشلونة السابق ساندرو روسيل للقاضي خلال أخذ أقواله بشأن قضية اللاعب نيمار دي سيلفا من نادي سانتوس البرازيلي إلى برشلونة الإسباني بالعديد من التفاصيل التي تخص هذه الصفقة والتي أثارت العديد من الجدل وقال روسيل للقاضي أن نادي الكتالوني دفع مبلغ 300 ألف يورو لاستئجار طائرة خاصة لعائلة وأصدقاء اللاعب البرازيلي للتواجد خلال تقديم حفل نيمار بالإضافة لاعترافه بأن إدارة الفريق دفعت مبلغ 800 ألف يورو لوالد نيمار لينقل شركته من البرازيلي إلى برشلونة لإقناعه بالموافقة على توقيع النجم البرازيلي مع البلوغرانا أدت إصابة اللاعب الإسباني سيرجيو راموس إلى تخوف إدارة نادي ريال مدريد من حجم هذه الإصابة وعن المدة التي سيغيب عنها قلب دفاع الفريق الملكي والمنتخب الإسباني عن الملاعب وكان راموس قد تعرض لإصابة بتمزق في قدمه اليمنى خلال لقاء فريقه مع أتلاتيكو بيلباو الأحد الماضي الأمر الذي حرمه من المشاركة مع منتخب بلاده في الجولتين القادمتين من التصفيات الأوروبية وأكثر ما يقلق ريال مدريد هو مدة غياب راموس حيث ينتظر الفريق لقاءات قوية أمام كولم مليفر بول في دوري الأبطال بالإضافة إلى لقاء الكلاسيكو أمام برشلونة في الخامس والعشرين من هذا الشهر ترجمة نانسي قنقر